أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُلَ الْبَابِ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى وآله وصحبه ومن لأهجه اقتفى أما بعد فقد لاحظنا ارتباط أولي الألباب بالتقوى والتذكر ونحاول اليوم أن نربطها أي هذه الصفة بالتذكر فلذلك ذكر الله عز وجل آيات كثيرة في ربط أولي الألباب بالتذكر والتذبر قوله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما لا يذكر إلا أولي الألباب العلماء حين تحدثوا عن الحكمة ذكروا فيها تعاريف كثيرة أجملها وأجمعها الحكمة هي وضع الشيء في نصابه الحكمة هي وضع الشيء في نصابه كل موقف موقف بحسب حاله والحكيم هو الذي يمارس الحكمة باعتبار الحال والمآل وقالوا في الحكمة باعتبار سياق النصوص هي السنة وقالوا في الحكمة هي العلم لكن الذي يهمني هنا أنها سواء كانت بمعنى وضع الشيء في محله أو أنها هي السنة أو أنها هي العلم أو أنها هي حسن تدبير الأمور وحسن تصريفها وحسن تسييسها فما ما يكون لها من المعنى فإنها تبقى صفة من صفات أولي الألباب والله عز وجل في حكمته ربطها بالمشيئة ربطها بالمشيئة فهي رزق يهبه الله لمن يشاء يجعله وافرا عند هذا وناقصا عند هذا ولكن السعيد من أعطيها لما في ذلك من الخصوصية ونجاعة الفكرة ونجابة الرأي وسداد القول وعظيم الفعل ولذلك تجد القبائل أو في الدول يرجعون دائما إلى أمتال وإلى أقوال الحكماء في المجتمعات وتجد لهم من الخصوصية من التوقير والتبجير والتعظيم ما لا يعطى لغيرهم والسبب أن الله عز وجل رزقهم الحكمة لكن أولي الألباب حكمتهم فاقت كل الحكم باعتبار أنهم أوتوا عقلا سليما حكيما يدبرون به أمورهم ويعلمون أن هذه الدنيا فانية وأن الآخرة باقية ويعلمون أن السعادة كل السعادة في اتباع الشرع وأن الخير كل الخير في الامتتال لأوامر الشرع ويعلمون أن الحياة الحقيقية في أن يكون الشرع مهيمنا على أقوالهم وعلى أفعالهم وعلى حياتهم صغيرها وكبيرها لما خصهم الله به من نعمة الفقه والفهم ولذلك كان الأنبياء والأصفياء من الناس لهم من الحكمة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل حاشا أن نقول إن النبوة حكمة لا وإنما نقول إن من علامة الصفاء الله عز وجل ومن الصفات التي يهبها الله للأسفة الحكمة في حسن تدبير الأمور وتسييرها ولذلك نجد أن الشريعة من حكمة الله فيها أنها ما نزلت جملة واحدة وإنما نزلت على حسب الوقائع والأحداث كما جاء في حديث ابن عباس لذلك نقول من أعطي الحكمة فقد أعطي خيرا كثيرا والموحد هو أحكم الناس وعقلهم فقد تجده فيلسوفا كما يقولون لكنه مشرك بالله وقد تجده دكتورا ولكنه مشرك بالله مبتدع في دينه فصاحب التوحيد والاتباع هو صاحب الحكمة لأننا حين فتشنا أمره وجدناه أنه اختار ما أراده الله من الشريعة المنزلة والتوحيد المأمور به والشريعة الكاملة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ثم تأتي آية أخرى لتبين لنا أهمية التذكر في الإنقياد للشريعة واتباعها هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب أولو الألباب مكنتهم هذه الصفة من الوقوف والتسليم من الوقوف مع النص والتسليم للشريعة شعارهم قوله تعالى وقضى ربك فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرشا مما قضيته ويسلموا تسليما شعارهم التسليم بعد التفهيم جاء التسليم وهذه من أعظم الصفات أن صاحب العقل السليم يسلس قيادة قلبه لله لا للهوى المتبع أو لرغبة الفتنة ولذلك لاحظوا كما قال ما قاله سبحانه هؤلاء الذين يتبعون المتشابه لهم رغبتان في ذلك فيتبعون ما تشابه منه ابتداء ما تشابه منه ابتداء خلاصة هذه المقدمة وابتغاء التأويل انتهاء إذن فهم بين حالتين حالة الاتباع المتشابه والحالة التانية ابتغاء الفتنة لكن صاحب القلب السليم والعقل السليم ليس له إلا مبدأ واحد وهو التذكر والاعتبار والوقوف عند أمر الواحد القهار وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة